اشتركوا في القناة في جميع القطاعات لسيما قطع الشباب والرياضة والذي يسهم في مواصلة البناء والتطوير في وطننا الغالي وهنأ سموه الحكومة الرشيدة بن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلع نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع مبينا سموه أن الديمومة التنموية التي تشهدها البلاد تسير وفق الخطط الرائدة التي رسمتها الحكومة والتي تترجم رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفد أيده الله باستمرار الجهود لتنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المملكة وأضف سموه أن ما وصلت إليه البحرين من نمو وتطور في جميع المجالات لسيما على مستوى صعيد القطاع الشبابي والرياضي يعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدفع عجلة التقدم والتطوير في هذا الوطن والذي كان له الأثر الواضح فيما تحقق من منجزات شبابية ورياضية على المستويين القاري والدولي والتي أسهمت في كسب ثقة الاتحادات الرياضية الدولية لتكون البحرين محطة رئيسية لاحتضان البطولات الدولية لا سيما النسخة الرابعة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء وبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الشباب البحريني قد لعب دورا رئيسيا في المشاركة والمساهمة في مسيرة البناء والتقدم الوطني التي تشهدها البحرين مستشهدا سموه بجهود متميزة التي يبدلها أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسمها سموه للنهوض بقطاع الشباب والرياضة والتي تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة ترجمة نانسي قنقر